صهرة حلوة على البحر زي ما حضرتك قلت في أجواء جميلة وفي نجوم الجيل الدهبي كانوا مشاركين من خلال الكرة الشاطئية وعملوا حالة من المنافسة احنا كنا موجودين هناك وشايفين المطشات وهي بتتلعب كأنك بتتفرج على المنافسة كأنك بتتفرج على دوري بنفس الحماس ونفس الجدية وعصبية عصام الحضري وواقف يعني مستقتل فعلا نرافض أهمية وجودهم ايه في مهرجان العالمية؟ هرجع اقول لك تاني اي حد في النجوم المجتمع سواء نجوم كورة أو فن بمأن العالمين يعني شملت الجزئتين دول دايما النجوم ليهم أو المشاهير ليهم دور مجتمع مهم ان انت بتنقل الصورة وتنقل الحدث ان انت تنقله للناس اللي قاعدة في البيت انا ما يكون قاعد في البيت مش موجود هناك اقول له لا تعالى وشوف المطاقة كويسة الجو حلو الأجواء رائعة هتجد استمتع بأجازتك لان انت اي حد انك مرضو الفقرة الفاتكة من كامعة الأجازات والناس تفصل في شغلها هكذا هسروح مكان تروح تتبسط وتفصل عن الشغل وضغط الشغل وضغط العمل كل فترة من الفترات ونحن الحمد لله بلدنا مصر فيها أماكن كتيرة يعني مش بس العالمين بس احنا للأسف يعني ازا بقوله كده زمر الحالة يطرب احنا مش مدركين قيمة الأماكن عندنا الرهيبة المصر فيها أماكن حلوة جدا 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 من شمالها لحد جنوبها ومن شرقاء لحد غربها بس احنا ما عندناش هذه الثقافة ان احنا نتعمق شوية في السياحة الداخلية واعتقد لو اي حد فكر من الناس اللي بتلف في العالم حتى لو دخل وشوفوا مصر الأماكن كلها هلاقي كل اللي موجود في العالم كله موجود عندنا في مصر وعلى فكرة بلا مبلغة كل أنواع السياحة موجودة عندنا كل أنواع الشعاطة موجودة عندنا حتى اللي هي السياحة الطبية موجودة عندنا وعشان نحس بقيمة الكلام ده نشوف ردود أفعال الأجانب اللي كانوا موجودين في مصر أو اللي يوجد مصر باستمرار لأي نوع من أنواع السياحة دي بقى نقطة تانية مهمة لشالناس يقولك ايه طب انتوا بتعملوا كل البطولات دي وكل الأحداث دي وكل التكاليف دي هتكسب كتير لما يكون فيه نجوم كبار موجودين عندك وينزل صور أو ستوريز أو أي أن كان أو تفر على السوشيال ميديا بتاعته ويحط اللوكيشن بس أنا كنت في العالمين الجديدة الناس غيره المطابعين بتوع هشوفه المكان هشوفه الصور هينبهروا الموضوع يبدأوا ييجوا تخيل انت عشان توصل للمرحلة دي بره عشان تعمل دعاية ليك بره عشان تعمل إعلان أو فلاير أو بروشور تعالوا العالمين الجديدة وفيها 1-2-3 لأ مش هتوصل زي ما يكون واحد مشهور أو معروف وليجه مهوره وينزل صور لي أو فيديو وهو بيلعب لعبة معينة أو بيستمتع بالجاو ويقول تعالوا شوفه الجاو وعمل كذا دي بيبقى لها إمباكت أو تأثير أعلى بكتير جدا جدا من أنه ما عملت دعاية من الطبيعي وانا بعمل تسويق لنفسي في حاجة أكيد هفخم في الحاجة وهسكر إيجابيتها لكن زي ما أنت قلت ما يكون واحد أجنبي وجاي بلد مش بلده ويجي يبهر باللي شافه ومبهور بالمناظر وإن هو بيلعب والبحر وراه والصور اللي بياخدها والأنشاطة الترفيه اللي بيمارسها وكل دا ينشره عنده على حساباته دي دعاية لا تقدر بثمن أعتقد هيكون لها نتائج جبايا في مستقبل عشانا بقول السياحة الرضية نطاق مهم في السياحة ولابد أن احنا نركز عليه بشكل كبير الفترة اللي جاي كمان خلي بالك جو مصر تحديدا أنت في نص العالم حرفيا مصر ربنا يعني ميديها موقعها في منتصف العالم أتمنى كمان الفترة اللي جاية نركز أكتر في كل الأنشاطة الرضية والسياحة الرضية وأنك تجيب فرق عالمية يجوا وعملوا سعداتهم هنا توفر بقى إمكانيات وحاجات لا وعندك أماكن كتيرة جدا جدا وأجواءها سواء في الشتاء كويسة وفي حاجات أجواءها في الصيف كويسة تستغل هذه الإمكانيات عشان ننمي هذا القطاع والسياحة الرضية أعتقد أبقى ليه فارق كبير جدا جدا في السنوات اللي جاية إن شاء الله بكل تأكيد خاني أعرف برضو من حضرتك يعني مدى نجاح مهرجان العالمين الجديدة وحن نتكلم طبعا من الخلفية الرياضية مدى أهميته بالنسبة للترويج للسياحة يعني حتى يمكن الشركة المتحدة هي لعبة دور كبير جدا في الترويج لهذا المهرجان عن طريق أنها كان فيه نجوم أجانب موجودين يعني حضرتك تكلم على التاكبول كانت موجودة ناتسل جيتلير ناتسل جيتلير هي واحدة من أكثر المؤثرين من أشهر اللعبات في اللعبة بالضبط والمؤثرين على حتى مواقع التواصل يمكن حتى اللي عارفها عندها أكثر من 2 مليون متابع وده اللي بول عليه وعلى علاقة جيدة جدا بأهم وأشهر اللعبة الكرة في العالم كله وشفنا حتى يمكن المنشورات اللي هي نشرتها عن العالمين الجديدة على فكرة حتى بعد ما مشت لأن أنا واحدة من متابعينها فأنا شفت المقاطع اللي كانت بتنشورها حتى بعد ما رجعت كمان بلدها والناحية التانية شايفين كمان فكرة البداية بين جوم الكرة والجيل الدهبي أنا سامر حضري حسام غالي أحمد حسن فضل ورياض ناس كتير قوي والناس كانت بجد عايزة تشوفهم فشايف لأي مدى المهرجان نجح رياضيا لو نتكلم على الترويج تحديدا لا مدى كبير جدا جدا لو نتكلم على سياق النجاح أنت لسه إليه دليل النجاح أنه يكون حد مش مشهور جدا جدا في مجاله أو في لعبته وعنده فودورز كتير جدا وبعد ما مشي الرحلة مأثرة فيه بشكل إيجابي لدرجة أنه هو بينزل كل شوية سور وفيديوز من اللي سجلها خلال تواجده في العالمين على نفس النطاق لو نتكلم في السياحة العالمية أو الدولية أو السياحة المحلية أو الداخلية كمان السياحة العربية مثل شوية قلنا بطولة الجودو للعرب ناس تقول لك أهمتها هي لأ مهمة جدا لما أنت جيب حوالي 18 دولة عربية موجودة في مصر نفس الفكرة والمنطق لما الاتحادات بتاعتهم واللعيبة بتاعتهم يقول لهم إحنا رحنا لعالمين الجيدة وشوفنا واتبسطنا وجو جميل بأوتوماتيك الكلام ده كله ودعاية يعني بشكل غير مباشر ولكنه مهم إحنا كلنا لو حد فينا روح مكان وعجبه بيعمل إيه بيقول له صحابه بيقول له قريبه ده أنا رحت مكان كذا واتبسطت فيه وكذا وشفت الأماكن ولما تروح هناك لازم تشوف كذا وتشوف كذا وتعدي على كذا وتعمل الرحلة فهو نفس الفكرة بتنقليها وعلى فكرة الدعاة دي أقوى بكتير بكتير من كل الدعاة المدفوعة في الإعلانات فلو أنت بتكلم في نجاح في الترويج للسياحة لا نجاح بيعتبر نجاح باهر في ظل زي ما قلنا من شوية سياحة داخلية بنجوم ورموز الرياضة سياحة عربية بيستقبل بطولة تبعت الجودو طولة عربية فيها أكتر من 400 رياضي من 18 دولة عربية سياحة دولية ألعاب مختلفة تكلمنا في التيكبول كنا في البدل كان فيه تجديف كان فيه ترايثالون كان فيه رياضة المحركات تنكلم في 4-5 رياضة مختلفة ومتناسبة مع طبيعة وجود الرمال والبحر وبتعملها بشكل مختلف وبطبع مختلف لو تفتكروا زمان مش من زمان قوي يعني كان بطولة السكواش بتوعات فترة كنتلعب نسخة منها في البحر الأحمر في جزيرة في وسط البحر صورة الملعب اللي في وسط البحر أصبحت صورة دسمية للتحاد الدولي للسكواش ده ليه؟ عشان الناس فكرت وقررت وعملوا فكرة نموذج انك تعمل ملعب السكواش بمدرجات متركبة في وسط المياه على جزيرة المنظر مبهر الشهر اللي سيقولك ده في البحر الأحمر وعندك العلمين في البحر المتوسط لأ انت عندنا أماكن كتيرة فعلا غنية ونقدر قطاع السياحة الرضية نلعب عليه كتير جدا جدا في فترة جاية لأ هيفرق معنا بشكل كبير وزي ما قلنا رياضيين مشهورين جدا بره لو تفتكروا بيبجوا ورديولا جي مصر وقريب سحيح وتقالي ساعتها ان كان معروض عليه 3 أو 4 دول لكنه اختار مصر ما اختارش مكان تاني وعينه راح لقصر واسوان في عز الصيف كمان ما جاش مثلا في فوقت الشتاء زي ما راح لقصر واسوان في الشتاء فلك انت تخيل تأثير كل صورة بينزلها عامل ازاي فدي نقطة مهمة جدا جدا ان احنا نلعب على الدعاية دي مهما كان تكلفتها هتبقى أقل بكتير منك تعمل دعاية بره وكمان تأثيرها الإيجابي بيكون أكبر بكتير من الناس جات وعاشت وشافت وعصرت المكان وشافت الأجواء وزي ما قلنا هينقلها بكل أمانة ان هو شاف واتبسط وزي ما قلنا دي مهمة جدا جدا بعد كده واللي عاجبني أكتر فكرة الفيو حلو جدا وان انت ما عملت الشراء ده أو اتنين كممكن بكل بساطة الشركة المتحدة تركز على لعب أو اتنين مشهورين لأ عملت ألعاب مختلفة وكأنك بتجمع كل الألعاب اللي ممكنة لتلعب على الشواطئ أو البحر عشان توصل لتأثير إيجابي كبير جدا جدا اعتقد سيمارو هنقتيها قريبا جدا وانا بضم بصوت الناس تقول لك كمان ليه ما تمشي مهرجان في الشتاء بنفس الطريقة ويبقى فيه ألعاب أخرى على النطاق الرياضي بشكل مختلف لأ اعتقد هبقى لها بعض كبير جدا جدا واتمنى بقاش في العالمين بس اتمنى تكون موجودة كمان في أماكن أخرى لأن مصر بلدنا جميلة وفيها أماكن كتيرة متميزة زي ما قلت من شوية من شمالها لجنوبها ومن شرقها الغربة عظيم